اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والجهود الرامية لرفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية بالمدينة بما يعزز من مكانتها السياحية لسيما في ضوء اسمها المتميز عالميا وتطرق الاجتماع ايضا الى متابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وابورديس والطور بالاضافة الى الوقوف على مستجدات مشروع التجل الأعظم بمدينة سانت كاترين الذي يسعى لتحويل المنطقة الى وجهة سياحية عالمية حيث حرص السيد الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لجميع عناصر المشروع تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتناسب مع قيمته التاريخية والثقافية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء في ظل ما تتمتع به من مقومات ذات طابع فريد مع استكشاف وتنفيذ آليات جديدة لتحفيز الاستثمارات في جميع مدن المحافظة خاصة على صعيد دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وإعطاء هذا الأمر أولوية مشددا كذلك على ضرورة أن تتضمن عملية التنمية بالمحافظة رفع كفاءة وتطوير القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين على النحو الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات